استنكرت قيادة محور تعز الجريمة البشعة التي ارتكبتها مليشة الحثيل الرهبية في منطقتين الشقب وحملتها المسؤولية الكاملة عن الجريمة التي أسفرت عن استشهاد وجرح ثمانية مواطنين أبريها وأكدت قيادة المحور أن محاولة الميليشية تنصل من هذه الجريمة لا يمكنها أن تنطلي على أحد دافية مزعم الميليشية واتهامها للجيش الوطني باستهداف المدنيين في منطقة الشقب مدرية صبر الموادم بطائرة مسيرة ما تسبب بمقتل وجرح ثمانية مدنيين بينهم أطفال